مع دقيقة المتمر كل يوم نسائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية كيف يصير فيها برنامج التسميد وكيف يفصل فيه الكميات اللي خاصنا نجيبه الأوقات المناسبة زيادة على معلومات على الحموضة والملوحة ونسبة المواد العضوية إلى آخره طريقة ثانية تقديرية تتهمد على الطوناج اللي كانوا وصلوا له وهناك الحسابات اللي يمكن لك أخي الفلاحة تستعملها بحسب الكمية اللي خاصة كدير لانجري فباش نتجو كل طون من زيتون شجر ديالنا كيحتاج من العناصر الكبرى من 15 حتى ال 20 كيلو جرام من الأزود الصافي من 8 حتى 12 كيلو جرام من الفوسفور الصافي من 18 حتى 22 كيلو جرام من البوتاسيوم الصافي أخي الفلاح أختي الفلاحة لابد نعرف الوقت المناسب والنسبة والكمية اللي خاصة نجيبه في كل مرحلة النمو للشجر وبحكم أننا كنت حكمه في برنامج السقي يمكن نفرق الاحتياجات بدايتين من مارس إلى أكتوبر كالتالي مارس أبريل 15% من الأزود плюс 5% من الفوسفور Grade 10% من المطسونOH يقدم كيف تحدث� من مفرق بالأقل شهر للسقيات مارس أبريل مارس يونيو 40% من الأزود 24% من الفوسفور 80% من الأزود 15% من المطسونOH مفرق بالأقل شهر للثقيات يوليو مفرق بالأقل على جود السقيات كي نزيد نحسن من الإنتاج والجودة يجب أن نزيد احتياجات من العناصر الصغرى والتنوية البور الحديث الزنق النحاس والماغنيزيوم في حالة النقص الحاد يجب أن نجيب الكمية الخاصة مع ماء السقي وفي حالة النقص الخفيف يمكن أن نجيب الكمية الخاصة بالرشة الأوراق في الوقت المناسب أخي الفلاح أختي الفلاحة أخي الفلاح تسقي بالتنقيط كتعرف بالله هذه التقنية كتساعد الماء واللانجري بشيء يتماشى مزيان مع بعضياتهم وهنا لازم نستغل الماء وجميع أليات القوتا قوت والتقنيات والضغط والقنوات المصاحبة بشيء نوصل لللانجري بشبكة الشجر وإذا احترمت الوقت المناسب والاحتياجات الشجر على حساب الصين في العمر والكتافة سنكون حسن تغذية الشجر وبالتالي نكون رفعت من الإنتاج والجودة المنتوج وفي الأخي الفلاح أختي فلاحة من بعدها شي كامل ردوا البال تجيب فسقة وشحال من سقيها خاصة تدير بشك تقسم عنها الكمية اللي خاصاك والله المؤين مع دقيقة المتمر اليد في اليد من أجل فلاحة متمرة ومستدامة